طيب تمام سنبدأ الآن بالبداية ثماني تمام هيك واضحة أمامكم صح؟ آه تمام تمام عندي هاي الرسمة دائما أنا بالأغلب بنصح الطلاب أنه يبدأ بالفرنت غالبا أو مثلا بالمسقط اللي بيبين أغلب الديتيلز فعشان لما أنا بدي أجي أعمل برسبول للشكل ما أتغلب وأنا قاعد بعدل فيه فمثلا لو طلعنا هون عندي الرايت مثلا التفاصيل فيه يعني مش موضحة الشكل بشكل كامل فلو رسمته مثلا أنا وبعدين عملت له برسبول راح أتغلب لحتى أحاوله لشكله لتري دي فدائما بالغالب يعني نعتمد نحن الفرنت بالأغلب زي هون مثلا الفرنت هون مثلا تقريبا يعني معطيني أغلب الأشياء اللي أنا بحتاجها لحتى لما بعدها بكون سهل إني أعدل علي أو أضيف الأشياء اللي ناكسة لحتى يكمل شكل لتري دي فلو بلشنا هون فعلا نحن نرسم أول شي كمسقط 2D بعدها نعمله برسبول ونبدأ نعدل عليه شو في إضافات من دوائر أو كم المسافات زي هي نعمل من الشباب نعمل من الشباب ترجمة نانسي قنقل سأبعد أبعث الصورة على جروب عشان تكون واضحة عندما أقوم برسوم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اتركوا انعها يتعامل مع كل جزء مغلق لحالة فانا مثلا شوف قسا لو شلت هاي الخطوط اللي انا راسمها واخترت امره بصير كامل قطعة واحد بالضبط شايد بصير رجع الشكل كامل بس انا عملت الفتحة عشان انه مبينه هي من الطب فعادي يعني فتحاتهم على اساس انهم جزئين لو بصير ممكن ترجعهم وبعدين ترسم الخط يعني عادي نفس الفكرة نفس الفكرة اه اه طيب نرجع من هين الفكرة طيب انا حكيت لكم انه انا رسمت برسم اكثر مسقط موجود فيه تفاصيل وهون كان الفرونت او هو يعني بالاغلب بكون الفرونت بكون اسهل تمام وعملت انا بس هون خاط حتى اعمل هي الفتحة اللي موجودة بالتوب تمام وعملت لهون واضح انا شو عملت قاعد انا برسم بس 2D يعني في اي سؤال لحد هون وبعد هيك انا حكيت لكم نستخدم لـ Free Orbit هي افضل اشي من هون عند Orbit بختار Free Orbit حتى اقدر اتحكم بالشكل براحتي فبما يلو شوية عشان اشوف البعد اللي انا بدي اعطيه وحكيت لكم بعد ما اخلص من الـ 2D بحول الى 3D Modeling وبعدها بختار امر برسبب ممكن اني اكتبه او اختاره من هون يعني بكون موجود بعد ما اختاره بدي اعطيه امتداد حسب ما هو موجود معي بالتوب معتني انه ستين مثلا انا رجعت ستة والجزء الثاني باراجع نفس الاشي هاي اللي حتح اللي موجودة هون رجعت ستة مش عارف مين سأل بس في مشكلة لحد هون او انا كيف رجعتهم لا اخذت تمام طيب هسه هون انا هيك اعطيت بعد ثالث للشكل وبيدي ابلش اعدل عليه فافضل اشي انا بعمله اني احول الشكل من هون من عند كلمة 2D wireframe اني احول لكم سبت شوه ليش عشان اعمله سلد يعني عشان اكثر اتعامل معه لانه الخطوط يعني بتخرج لما انت تكون تتعامل معه تمام هسه اي اشي انا بدي مثلا اني اظهره بدي استخدمه لبريسول هون لان انت قاعد يعني تتعامل مع بعض ثابت ما بتشطله فمثلا هون زي الفتحة هي اصلا عبارة عن فراغ موجود بالتوب فمثلا لو بدي ارجعها طولها الصح رح اعملها بريسول اختارها وارجع فيها ثلاث تطلع عندي الفتحة اللي موجودة اصلا بالشكل مهندس شو عملته تاعملت الفتحة هاي انا ما ضبطت مع الفتحة هاي كيف عملها انا نزلت خط من هون شايف هيك نزلت خط وعملت اللي افست من الجهتين يعني انا عملت عارف زي يعني الشكل مغلق للفتحة تمام شوف كيف هاي لو رجعنا هون عشان هيك انا لما رسمت الفرونت رسمت بكامل تفاصيله يعني اللي بحتاجها انا كنت رسم هون الخط ورسمت الفتحة اللي موجودة تمام بعد هيك عملت له بريسول للداخل يعني وصلت كيف ولا لا اه 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 اشوف هون لما اخترت لبريسول واقدر ادخل فيه هون بحددي لوين يعني انا كم بدي ادخل فيه انا دخلت منتصف المسافة و كيف انتصف تعمل مع الأوجه و هيك صارت أولى حمدي واقدر اشيل هاي له هاي مثلا لو انا قاعد بتعامل مع الشكل كامل اه طيب شو ضررنقص في الشكل موجود عندي انا الدائرة وهي الموجودة عنه هون هون على الحفة ها طيب كيف انا بدي اتعامل مع 3D الاوجه احسن اشي انكم تعملوه شايفين هاي اللي موجودة هون اللي هي اللي بتعبر عن المحاور بكبس عليها و بعدين بعمل كليك يمين عليها نفسها فبيطلع لي اكثر من خيار فانا دائما بختار امر فاس بعدها كو بينقولي المحاور وبختار انا اي سطح اللي بدي ارسم عليه فانا دائما باني بدي ارسم هون فبختار مثلا هذا السطح بس بحط عليه المحاور وبعدها بعمله accept وهو بيحدد لي المحاور و عادي كيف ما كانت يعني مش مهم همش انك تختار الفيس تعمل accept بعدها بصير ان لما بدي ارسم line او دائر رح يرسم ليها على هذا الوجه فمثلا انا بدي احد وين سنتر الدائرة هاي اعمل line هاي من المنتصف هاي من المنتصف لداخله شايفين كيف صار يرسم رسمني الخط على وجه هاي لو انا ما نقلت المحاور رح يصير يرسم لي القطوط يعني بشكل غريب لان المحاور ما بتكون اصلا يعني مزبوطة على الفيس اللي انا برسم عليه بس رسمت هون عادي ان هي نفس اوامر 2D رح اعمل circle شايفين وين قاعد يرسم لي شايفين وين قاعد يرسم لي يعني على الوجه اللي انا حددته شايفين رح اعمل لها فراغ انا رح اعمل لها فراغ انا رح اشطب الخط بعمل لها برسمت نفس فكرة الفتح اللي انا عملتها رح اكبس عليها وبنزل فيها للتحت رح يخترق لي فتح اللي موجود على شايفين كه هاي بالنسبة لهاي الرسم بس مهندس اخر حركة هنا انو كيف هيك صارت الدائر تمام انا اول اش رسمت احكيت لكم بنقول المحاور وبعدين رسمت line اللي هو هاي بعدين ان رسمت عليه الدائرة فاي اش انا حكيت لكم بدي افربه او ارجع فيه او اعدل ببعده رح استخدم هون بريسبول يعني ما في اي خيار ثاني لان رح يتعامل مع الشكل بختار امر بريسبول واي اشي بدي افربه يعني بمشي عكس ما انا قاعد بشوفه فمثلا لو رفعتها لفوق رح اعطيها ارتفاع بالنسبة للوجه اللي هي موجودة عليه شايفين مثلا لو طلعت فيها لفوق واحد رح اعطيها ارتفاع بس لما امشي فيها عكس ما انا يعني قاعد بطلع لتحت رح تصير عبارة عن فج وفرغ مضحت هاي كيف ولا لسه فيها اي شي مش عارف مين سألت واضحة هيك صارت اه اه تمام واضحة تمام اه في حد عنده سؤال على الاشي اللي انا عملته او حاب يسأل عن اشي بالثري دي هلا هيك خلص صحيح الشكل اه خلص بس يعني شكل بسيط انا عشان توصل كل فكرة يعني لدينا نعملها من�대ح حسنا حسنا نعم تمام من اللي بعثتهم ايه انتو شايفين ايه الشكل الاصعب اللي بدك ارسملكم ايه او ايه انتو مثلا عشان بعثتي شو شايفي اصعب مثلا تضغلكم ايه تمام بدي ارسملكم هسا اللي هي الصورة الموجودة على القروب عشان اذا بتكتبوا شو انا قاعد ارسمها ارسمي هلا اللي بعثتها انا اه اه تمام ارسمي تمام تمام فمثلا زي ما حكيتك لو تخيلت ان الشكل هذا عبارة عن مصاقط انا اكثر اصلا مصقط يعني تبيني الديتيلز بالرسم هو الفرنت لو اطلعنا على الليفت رح يكون فيه اشياء كثير بتاعديل برضه لو برسمنا التوب الاشياء اللي تحت التوب رح تكون كلها اشياء مخفية رح تغلبني بعدين لما اجي انا اعمل انها امتدادات وارسل الدوائر افضل اشي هون اني ارسم الفرنت زي ما عملنا بالرسمة اللي رسمتها قبل شوي تمام هون ببنش عادي بنرسم 2D عادي بنرسم 8 Huh لا cords اشتركوا في القناة 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 بيجيب لك المساقط مرسومات جاهزة ولا بيجيب لك رسمة ع شكل 3D ونرسم المساقط لها وبعدين نرسم 3D لها لا هو بالأغلب يعطيك مساقط أتوقع يعني زي الرسمة اللي رسمناها السهلة اللي قبل شوي زيها تقريبا بيجي الشكل بنتيك ثلث مساقط وانت بس عليك تطبقين صح يعني؟ أيوة بالزلط وأعطاك أصلا للشكل هيك بيسهل عليك ان تعرف كيف ترسمه هو يعني طيب كيف بدي أعمل أنا مثلا الكارب اللي تحت الرسمة زي ما شرحنا بابا معتيني هو أصلا الراديس لها راح أرسم دائما وأعمل لها تانجنت شفت وكليك يمين زي ما حكيت بمسك تانجنت وواصل ودايما أنا أي أمر بدي أعمله باستخدام يعني متعلق بالدائرة بعمله قبل ما أعمل ترم للدائرة لأن لو عملت ترم فممكن يمسك بمكان خطأ مثلا من الخطأ ونفس الأشي هنا بعد هيك أنا بعمل ترم بعد هيك أنا بعمل ترم تمام مهندس أنت بقى يرسم عام تحيل هسا إيه اللي بعثتها آي على قرون موجودة تمام مهندس بس ترمك أي غروب تعمل غروب مسنجر يعني آه في غروب شوي أقدر أبعث لكم يا هون أصلا مهندس بس ترمك أي غروب موجودة أبعث للرسل حتى يشوفه أنا أنا معادر شتاة آه تمام تاريخ بس ترمك أي غروب مك guys الآن أصلاح أعطني 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 همانون لحتى أشوف الأماعات 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 همانون لحتى أشوف الأشوف الأم quarto وين في الـ CD ؟ لا بالـ section آه بالـ section بالـ front والـ top وأصلا خطوط الهدن يذهب Under لا يكون هناك خطوط هذا. حسنا. حسنا. أنا رح أرسم الدوائر. أنا رح أرسل خطوط العاملتان جنت مع الدائرة. هيا رح تكون هنا. أنا رح أرسم الدوائر. أنا رح أرسل خطوط العاملتان. 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 فتا أقدر أرسل خطوط العاملتان. نعدلها. زي ما قلنا رح أختار المحاور. فليك يمين. اختار فاس اكسبت هيك رح اصير اقدر ارسم سمين سمين اقدر احدد السنتر بعدها ارسم الدائر ودائر سبعة ونصف ودائر سبعة ونصف ودائر سبعة ونصف ودائر سبعة ونصف ونصف نفس الاشي اذا اكبرنا في الكحب اشتركوا في القناة